فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود نعم ما يذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب من الآيات والأحاديث منه ما هو نص في المقصود وهو التحريم التشبه بالكفار عموما من اليهود والنصارى والأعاجم والمشركين وأهل الجاهلية منه ما هو نص في ذلك وهو النص هو ما لا يحتمل غيره والظاهر هو ما يحتمل فمنه ما هو نص ومنه ما هو ظاهر وعموم واحتمال فهذا يحصل به المقصود من التنبيه على تحريم التشبه إما نصا وإما ظاهرا وإما عاما وإما خاصا نعم قال رحمه الله ثم متى كان المقصود ببيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلحوا لنا فجميع الآيات دالة على ذلك وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض نعم فهذا الذي يذكره من الآيات والأحاديث في مخالفة أهل الكتاب فهو كله يتفق في المنع من التشبه بالكفار عموما وأن المسلمين يستقلوا بشخصيتهم الإسلامية التي أكرمهم الله بها فمن ذلك كما سبق ما هو نص في تحريم التشبه بهم في القليل والكثير ومنه ما هو ظاهر وعام في منع التشبه وكلا الأمرين مطلوب في الشرع فما كان من نص فهو واجب والتشبه بهم فيه حرام وما كان من عموم أو شمول فإنه على أقل الأحوال يكون مكروها يكون التشبه بهم فيه مكروها